كما استقبل سموه أمس أبطال الإمارات للجيجيتسو الفائزين في دورة الألعاب العالمية 2022 والتي أقيمت في مدينة بريمينجهام في ولاية ألباما الأمريكية وهنأ سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر اللاعبين فيصل الكتبي ومحمد السويدي وشمال كلباني بإنجازاتهم المشرفة متمنيا لهم ولزملائهم من الرياضيين الإماراتيين دوام التوفيق والتألق في حصد مزيد من الأقاب والبطولات التي تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مختلف أنواع الرياضات وأعرب سموه عن شكره وتقديره لشركاء النجاح وجميع الشخصيات والجهات الرعية لرياضة الجيجيتسو للدعم الذي يقدمونه إلى الرياضيين كما كان له أثر كبير في النتائج التي تحققت وفي ازدهار هذه الرياضة وانتشارها من جانبه عبر الوفد عن بالغ شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه صاحب السمو رئيس الدولة برياضي الجيجيتسو وخاصة في القطاع الرياضي في الدولة